السلام عليكم. معكم محمود. ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سياءة اعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل الله وما يضل فلا هادية له وبإذن الله ثم اما بعد. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه السلام. نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. ان شر الامور ومحتثات وكل محتثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفا خير مما كثرة وقالها. نبدأ حلقتنا ونقول ان في سبع حاجات. السبع حاجات دول هم اهم سبع حاجات للنجاح والنصر في بلد زي روسيا ودول اوروبية كتيرة وامريكا واستراليا. السبع حاجات دول هي يعني تعمل وما تعملش. اربع حاجات تعملها وتلات حاجات ما تعملاش. هنبدأ بالحاجات اللي تعملها. الاربع حاجات دول. رقم واحد ابعد عن النساء الساقطات. وخليك في الجواز. متجوز اهلا وسهلا. مش متجوز دور على الجواز. دي من اهم الحاجات في الغربة. لان من غيرها هتفقد وقت كبير من التفكير والتركيز واي 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 واي. تاني حاجة. ابحث عن ارخص الاشياء النضيفة للشراء. سواء فرش سيارة. ملابس احزية. واصدقاء. تقول ايه? ايه اللي دخل الاصدقاء في الموضوع اه? انت بتشتري صديقة. في في اوروبا او بسي ما سميها الغربة زي لو عايز سميها في روسيا. انت بتشتري صديق. تقول يعني ايه بشتريه? بصراحة الصداقة. في اه العصر الحالي ما بقيتش اه واحد زميلي ومش عارف ايه ده مش صديق. ده مجرد زميل. لا اصدق نخرج كتير وبتاعتك برضو مش صديق. الصديق بتشتريه بمواقف. يعني لازم تعمل مواقف عاجد عنا. اه اه تعرفه ان انا متشرف ومبسوط وسعيد ان احنا صحاب. تقول هالو كده زي ما بقولها لك. فهو يرد هالك يقول لك اه انا سعيد برضو انك صديقي. ويتلاقيه بيعملك برضو جمايل ومساعدات. ده بقى كده صديق وش. فده انت بتشتريه ان انت ممكن المجاملة او دقة الجدعانة اللي بتعملها معايا ممكن يبقى فيها فلوس بتتدفع عزوما حاجات كده. فبناء انا بسميها يا اما شراء يا اما بناء الاصدقاء. فقعدة الاصدقاء دي مهمة جدا لان بنشوف في روسيا بالذات وفي دول اوروبية ناس بتعيش بالتلات اربع سنين وبالعشر سنين وملوش اصدقاء. فين اصدقائك? ملكش اصدقاء. طيب. اه طب زميل وبتاع يقول لك اه ليه زميل? اه ما دول اصحابي وبتاع طيب يعني يوم ما تتزنق في حاجة وتحكيله بيقف جنبك بينزل في نص الليلي يروح لك يشوف العربية حصل فيها ايه? لا. فبقى ده مش صديق. طيب. عندنا في اه في موضوع برضو الملابس. في ناس كتير يقول لك انا احبش تقليد. يا باشا اعمل او حاجة كده. واحد تاني يقول لك لا بس انا برضو ما اقدرش يعني ما حاجةش تقليد بس برضو ما اقدرش اشتري ايه الحاجات البرندات. طب هتعمل ايه? اه لا بصوا بقى اما روح بلدي بقى بقى اجيب الحاجات الاصلي بقى. اه من الحاجات الاصلي في بلدك اللي انت شايفش سعرها رخيص ده دي الكوبي الكوبي يعني يعني انت فكرك اللي بلدك ده الاصلي. وهو في حاجة اصلي بيت جنيه في ايه عمد. فبيناس تضحكك يعني في الموضوع ده. فاللو هو لأ البس يعني في امريكا مسلا في حتة فيها اوتلت. اه في تركيا فيها محلات اوتلت في هنا في روسيا. الاوتلت يعني ممكن حاجات اللي هي مسلا موديل السنة الفاتت بس برضو هو البرند. واصلية وكل حاجة. ولكن بنص سعرها. بيعمل بريك بيعمل سعر في الارض. فالحاجات دي لقط تشترى. اللي كان بيعملوا كده. الاوروبيين بيعملوا كده. في عرب كتير بيعملوا كده. اعمل زي وقت. اشتري حاجة نظيفة. مخترمة. بس مش لازم تكون موديل السنة دي. موديل من سنتين. بس الاصلي. لو بتاعتها كويسة برضو نجيبها مفيش مشاكل. مدام حالتها كويسة. ما يكونش فيها يعني الحاجات اللي فيها دي فؤاد برضو ناس بتشتري وما هتعرفش ان فيها دي فوق. فيلاقي القميس مقطوع من هنا ومش حاجات كده يوفاجأ بقى. ويبقى عايز يصلحها ويكلف عليها. طيب. احنا كده خلصنا الحاجة التانية. الحاجة التالتة بقى. الحاجة اللي لازم تعملها هو ازاي اتعلم ازاي اعمل فلوس في البلد. يقول لي اه اشتغل اعمل فلوس. لا غير الوظيفة. حاجة اتباع وتشترى. زي ما بتتعلم اول ما بتيجي اه الاكل فين? الملابس فين? ازاي تصرف? اه طب انا عايز اعمل اشتراك الاوتوبيس. برضو صرف كل ده صرف. طيب الحاجة اللي توفر عليك وما تدفعش او حاجة اللي هي اه ايه اللي تدفع لك? بتتعلمها? فهي دي الحاجة الوحيدة اللي محدش بيعلمك انك تعمله. فانا كمحمود بقولك في الحلقة النهاردة اتعلم دي لو سمحت. كل بلد وليها الحاجات اللي بتطلع فلوس. فيها. اتباع ديولك يعني ايه اعمل زي اه محمد هنيدي كده بارك 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 بالعجلات مسلا. اه ممكن تعمل كده. اتعلم تعمل فلوس. يقولك ماشي اوه مع الوقت هتعلم من اول اسبوع حضرتك. اتعلم وشوف الناس اللي بتعمل فلوس بتعملها ازاي? على السكيل بقى اللي يعجبك على مستوى البارك على مستوى تلنظف ارض على مستوى تلمع سقف على مستوى انك تعمل ملايين زي ما انت عايز. برضو تشوف الاعلانات. معظم الاعلانات بتتكلم علي ايه? انا بديك بس يهنس كده على حاجات فتحت ابواب رزق الناس. طيب اما بتخش على اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي. الاعلانات معظمها اللي بتطلع لك عاملة ازاي? وبرندات ايه? مدام شركة بتعمل اعلانات كتير يبقى محتاجة دعاية دي قوي. محتاجة زود مبيعاتها قوي. يبقى تروح وتتواصل معاهم وتحاول تبيع لهم حاجة. ازا كانت حاجة حلالة. او تشوف الشركات المناظرة وتحاول اه تخليهم يطمعوا زي دول في المبيعات اعلى عن طريقك. بفتاح لك بس ايه حاجتم صغيرين كده. نخش على النقطة الرابعة. ولو كان ولو ان النقطة التالتة دي هي اهم نقطة في السبعة كلهم. ما ينفعش فوتها كده بس طبعا حاجات انك ازاي تعمل فلوس ده بحر كبير. وعمل لها حلقات لوحدة. فخلينا في النقطة الرابعة. اهم حاجة في الفترة الاولى انك تسكن في مكان كويس. احد يقول لك لا بس الفترة الاولى انا ممكن اخد حتة قليلة. لا هتعيش فيها على طول. هتستحلى. حاجة قليلة وحاجة رخيصة وحاجة تعبانة. هتقول لها لا بس هتستتقل انك تعيش في حتة نظيفة. لكن اللي بيروح يعيش يعيش في حتة نظيفة من الاول ويضحي بمية وخمسين دولار ولا بمئتين دولار زيادة في الشهر. هتفرق معاه ملايين في المستقبل اسمع مني. اللي بينقي مكانه في البلد من الاول يعيش مرتاح في حاجات كتير قوي بعدين. فمكان سكنك مهم جدا. حتى لو عايش في حتى لو عايش في اقول لك ايه? في حاجة خن في غرزة يعني حاجة رخيصة جدا تعبانة ولكن في منطقة نظيفة. في منطقة راقية. في منطقة مهمة. مهمة قوي منطقة السكن في الفترة الاولى. فدي الحاجات اللي لازم تعملها اول ما بتروح روسيا او اي دولة اوروبية او امريكا واستراليا او كندا. طيب ما تعملش ايه بقى? طبعا اللي قلنا عليه ده تعملوا اكيد العكس بتاعه ما يتعملش. لكن في حاجات تلاتة تانيين اهم من هم. ما تعملهمش. اهم حاجة تعملها في البلد الغربة هي انك انت ما تصرفش كتير على الاكل. يقول لك ايه? اجوع. لا. كل المعقول ولكن ما تصرفش كتير على الاكل باي شكل من الاشكال لانه دي قافة العربة. بيروح اول ما بيكتشف ان فيه مطاعم اسلامية بيروح للرجل فطار وقضى وعشان. ده غير سوار ماركت بيشتري منه شوية حاجات برضو لو لقى سوار ماركت بي بي حاجات من اللي هي بتاعتك انت بقى بتاعت بلدك زتون بقى وزعتر وحمص. يا باشا وتعود تخزن في البيت وبتعلق. تلكتك لازم تبقى فاضية فاشغر لبن وحاجات بسيطة. خلاص? طيب. الاكل بيجيب وخم. يعني تاكل كتير. تنام كتير. تفكر قليل. تعبد ربنا قليل. تخسر كتير. ايه رأيك? تاني. تاكل كتير. تنام كتير. تفكر قليل. تعبد ربنا قليل. تخسر كتير. الحتة دي لازم اقولها انا اقعت. عشان حاجة محترمة جدا. ودي اهم حاجة لازم تكون حطها حلقة في ابنك. الحاجة التانية. لا تفرط في الرياضة. واحد يقول لي ايه? ده الفتنس ده حاجة كويسة وبتاع ده. ده انت مقلت ليش اهتم بالرياضة في الاربع حاجات الاونين. جاي تقول لي ما لعبش الرياضة كمان. يا اخي ده انت كده خربتها خالص. لا لا يا باشا. الرياضة حاجة مهمة. بس في ناس ما تقدرش تلعب الرياضة. او تلعب الرياضة اللي هي البسيطة. ولكن انا بتكلم عن ناس اللي هي معظم الشباب دلوقتي. بيروحوا فيتن السنتر. وبيحرق على نفسه بقى عشان يعمل عضلات عشان يبقى الواضل ماتش وبقى اللي يغري البنات. انت ممكن تغري البنات بستلاف حاجة غير الموضوع ده. غير انك تضيع رجولتك. تقول لي ايه? تضيع رجولت ايه? ده ده اللي بيصنع الرجولة. لا باشا. انت لو حملت على نفسك زيادة. وكلت كتير وبروتين وبتاعدها وجهة البروتين ده على العضلات. عضلاتك هتبني بسرعة. وجسمك هيتأثر ان الهرمونات متاعدة الذكورة هتروح لبناء العضلات. وهيلاقي. عايزين نبني الذكورة نفسها هتلاقي ما فيش. تيجي تتجوز بتاقي الدنيا ضعيفة وما فيش. مش عايزة فسر لك اكتر من كده حضرتك اكيد عارف. ولكن ما تعرفش ان دي مرتبطة بدي. ان العضلات الكتير. التحميل الكتير في وقت قليل هو اللي بيجيه في الضعف الكده. خلاص. فهمت? ليه اللي بعد النقطة اللي بعدها? ما حدش يقول ان انا قلت ما تلعبوش رياضة. لا العب رياضة. ورياضة عنيفة. ولكن بالهداوة. ما تحملش على نفسك كتير. التحميل الكتير ممكن يدمر حتى العضلات نفسها. يعني ايه? يعني ممكن تقعد عشرين يوم تلاتين يوم ما بتلعبش عشان عندك اصابة. لايه معظم عضلاتك ترهلت. ليه? لان اتبنت بسرعة من غير اساس. ولكن شرب مايا كتير مايا كتير اصلا ليه اضرار كتيرة جدا. ايلها في حلقة الوحدة. طيب. نيجي للحاجة التالتة الخطيرة. اللي هو فيه اخطر منك انت رجلتك تضيعها. وما بترجعش تاني. طيب. نيجي الحاجة التالتة. الحاجة التالتة لا تعطي وقتا طويلا للالكترونيات ومشتاقتها. يعني شغلك على الموبايل وعالكمبيتر. دراستك على الموبايل وعالكمبيتر. حاجات كتير على الموبايل والكمبيتر. يا رب تكون على قد كده وبس. يعني ايه? يعني على قد شغلك. على قد مصالحك. على قد علاقتك باهلك وصلة الرحل. على قد الدراسة ازا كان فيه دراسة ودروس وكورسات. وشوية استمتاع كده ساعة واحدة في اليوم بالكتير. اكثر من كده بقى لا. يعني ايه? الحاجات دي مش لازم تاخد وقت من حياتك وإلا مش هتلاقي وقت تتجاوز. مش هتلاقي وقت تتلعب رياضة. مش هتلاقي وقت تأكل. مش هتلاقي وقت تهتم في صحتك. مش هتلاقي وقت تجري في التراك شوية. مش هتلاقي وقت تذكر اللي انت اه الدرس اللي انت حضرته. مش هتلاقي وقت للصلاة. للتفكر في خلق الله. للتفكر في فلسفة ربنا خلقك ليه? لفلسفة هدفك في البلد الجديدة ايه? وهي حتة مهمة لو تعلمون. لازم كل واحد على فكرة ربنا بيقدر انه يجي البلد دي او غيرها بيبقى لهدف وليه مصار خير. لو هو غفل عنه وما تفكرش فيه وما خدش باله من الحاجات اللي ربنا بيسببها له حواليه هيضيع ويتوه ويلاقي ان الدنيا ملخبطة وهو مش عارف انا انا عايش ليه? انا بهدف ايه? لكن عارف عايز هدفك يبنك اركز في الرسالات اللي ربنا بيعتها لك عن طريق الناس اللي حواليك وعن طريق الحاجات اللي بتحصل حواليك وتفكر في كل الكلام ده وركز فيه هتبتتبن لك الاجابات بعدين. نرجع للمقطة برضو اللي انا واقف عليها. ما تديش وقت اطول من اللازم لده. للموبايل. ولا للكمبيوتر. كفاية ان هو بياخد وقت اصلا للدراسة للعمل لحاجات كتير. بقية العق بقية الوقت. ناس تشوفهم. تخرج اخرج اخرج اخرج. قلتها كتير في حلقات السابقة. وبقولها دلوقتي واقولها ان شاء الله في حلقات جاية اللي اقول لنا عمر. اخرج. شوف البلد. شوف الحياة. شوف التكنولوجي. شوف المحلات. شوف الاسعار. شوف الاسفلت بيتعمل ازاي. شوف العربيات بتاعة الحفرة ماشية ازاي. شوف ايه التكنولوجي الجديدة. شوف ايه التريفونات الجديدة. شوف ايه الكمبيوترز الجديدة. شوف الناس ماشية ازاي. شوف الناس بتلبس ايه عشان نلبس زيهم او بسحسن منهم. شوف ايه الغلط عشان ما نعملوش. شوف ايه الصحة عشان نعملو. شوف المراكز الاسلامية. شوف الناس المسلمين. يا عيوبهم. يا اخطاقهم. ايه نعملو صح. طب الشرطة مثلا ممكن تبصلي عشان بعمل ايه? هتتعلم خبرات. هتشوف ناس بتتضرب. هتشوف ناس بتتمسك. هتعرف قانون. هتتعلم ازاي حقوقك. هتتعلم حاجات كتيرة ما كنتش على بالك خالص. طريقة استثمار. فكرة استثمار. فكرة بيع. فكرة شراء. فكرة ان انت تخش شركة معينة. فكرة ان انت تشتغل في شركة معينة. ماركة معينة ما كنتش تعرفها. ماركة عربيات. مصنع عربيات. مصنع اي حاجة هتشتغل فيها في المستقبل. مصنع بيعمل فكرة. الفكرة دي انت كنت عاملها في الجامعة. فممكن تطورها عندهم. شركة بتعرض مثلا انها بتدي استجير او بتدي اه متدربين مجانة لمدة تلت شهور وبتديهم كمان فلوس. حاجات كتيرة ممكن تستفيدها وانت نزل في الشارع بتتفرج على الاعلانات. اخرج اخرج اخرج. كل اللي قلتولك ده جزء نقطة من بحر. يا رب كل حلقة نافعة. والسبح حاجات ينفعوك في العمق. وفي مستقبل وتحديد مستقبلك. الباهر بإذن الله وتبقى حاجة في العالي في الطب. لان اللي هيفقد السبح حاجات دول ومش هيشوف الحلقة دي. اكيد فايته كتير قوي قوي قوي. سبحانك ابقوا شاهروا الحلقة دي مع اللي بتحبوه. عفظ الله سلام عليكم.